هلا شباب هلا صبايا بدكم تشوفوا النجاح خليكم معنا كيف وصلوا لحلمهم ونجحوا كل هاي الأمور يمنحكي عنها ببرنامجنا الشبابي هلا شباب لكل اللي شايفيننا ممكن تبعثولنا اقتراحات لاستضافة شباب وصبايا في برنامجنا الشبابي هلا شباب يمكن التواصل معنا على رقم واتساب 052-44-55-717 احنا معنيين نعمل معكم مقابلات يمكنكم الاتصال أيضا بساعة الصباح على رقم 09799-3993 شاب موهوب من الصغر بفن ركوب الدراجات هي رياضة موهبة وشغف لديه للحديث عن راكب الدراجات وركوب الدراجات ينضم إلينا بالستوديو راكب الدراجات أحمد حاج جيحيا من مدينة الطيبة أهلا ومرحبا بك أهلا بخطران لك عدد السطافة بداية حابي نتعرفنا على حالك اسمي أحمد حاج جيحيا من مدينة الطيبة المثلث عمره 39 سنة متجوز عندي وردين محمد وعبد الرعوف عبد الرعوف الأكبر بشتغل بشركة بساطة إيجاد اللي 17 سنة ومن الـ 2019 اللي بتدرب في مدينة الطيبة بتدربات بسكليتات إذن دراجات عالم الدراجات هو موهب لديك من الصغر احكي لنا شوي عن هاي الموهب وهاي الرحلة اللي طولت معك أولا إذا بنيتجي نعرف كلمة موهب لازم أو من نقول موهب الموهب هي إلها خصائص مميزة إلها لازم نقول إن الإنسان نفسه مميز في الأشياء تبعاته وفي الأخرى نقول إحنا في الفرع تبعي اللي هو الدراجات فاتميزت في الدراجات من ذي الصغر يعني تميزت فيه من ناحية الركوب فيهن إن كنت يعني بتاعت نقول الإكستريم أو إن تميزت في حبي لإلهن وتميزت فيهن في المسارات وفي كل إشي لا حد ديت ما كبرت بصراحة ظلين معي الدراجات لفترة طويلة يعني لجيل 14-15 سنة كنت الدراجة بكت بالنسبة إلي هي هوايته وهي التدريب التبعي وكان يعني حبي لإلها وكنت يعني من ناحية الصيانة مثلا في البيت تهتم في الدراجة أزود إشي يعني هي طبعا هي هواية من بين عدة هوايات إلي بس الدراجة بكت بالنسبة إلي هي أزود إشي اللي مصلت الضوء عليها تحت نقول وظلتها معي يعني وقفت بجيل 14-15 سنة يعني في فترة الثانوية وقفت لأنه بتعرف شوية بالثانوية بجزء الواحد كشاب يستوقفها بأنه دراجة ومش دراجة بس بس إيش هي في الكلب كانت موجودة عندي ومع الفترة حتى في نهاية الثانوية قررت أنه مرغم أنه بكت الأشي في كلبي وبديها يعني الدراجات فقررت أنه عند اليوجي يعني عيد الغفران أو الكيبور بكت أطلع أأخذ دراجة من دار خالتة بكت أخذها وستعمل حدا دراجة بأطلع فيها في العيد هذا أطلع مسارات اللي يظل عندي مستمر يعني الدراجات الموهوبي ظلها عندي بكلب وهي في يعني بديها وكمان بكت ناوي أني أشتر دراجة في المستكبل يعني أنه يبكى عندي دراجة فلما اتجوزت وربنا رزقني بديت حياة جديدة كملت الموهوبي تبعيتي ورجع الدراجات اشترت دراجة جديدة ومنك بدأ المشروع طبعي من ناحية موهي بوفا يعني تعتقدت كل بنات هذه الموهي بأزود وطورتها أزود عندي طبعا إذن منيجي لسؤال كيف لما أنت شترت هذه الدراجة بعد الزواج ولما أنت قررت تكون راكب محترف على الدراجات كيف دخلت لهذا العالم كراكب وإنسان بدع الناس تكون راكبي دراجات رحيح في البداية بصراحة بكى الاشي طبعا غلبي راح يكون لما أنه واحد دركب دراجات يعني الاشي حتى تصعبت فيه حتى وانا في منا صغير يعني طبعا لما فيه ميزات فيه ميزات فيه كصص بينه حتى في الدراجات في عالم الدخول كموهبة يعني فعالم الدخول في البداية لما ربنا رزقني فيه ولد فبكت الحج الأولى بالنسبة لأينا ندشتر بسكوليت إنه بدي أخذ معي ابني وحط له كرسي ورا وابدأ أخرج فيه في الولد يعني معي ونطلع وننطوش هذا الاشياء بعد ما يتجوز الوحيد يعني هو مركز بالأشياء تبيعياته وليست كما عزة بده فكر يعني نخطوقه وكل هذه الاشياء راح تبغداش يمركز بالأشي معين فهين هي أجلة الدراجة عطتتني تركيز معين عطتني إشي معين اللي هو إنه أخذت ابني وطلعت مع ابني بدأت أخذ ابني رحلات يعني تحت نروح مثلا مسارة الأبيب على باركل ياركون واخذ الولد مع الأكل والأشياء تبعياته أخذه قليلاً قليلاً بدل الإنبساط يركب معي ابنه وصورت أدربه بكى عمر ابنه ثلاث أربع سنين وبكى يسوق بدون قلق العزر هنا العجال الي على الجانب الناس بكتت تستغرب منه ان الوالد هذا الجيل سايك وطالع مصارات والدراجة كانت أكبر من حجمه بدأ يطلع معي حتى الوالد الثاني كمالت معه المشوار انه يأتي معي فشفت اني انا بحضر أعطي أولاديهم وبحضر أعمالهم وعندي صبر وطولة روح يعني دائما الناس بكتتقول عندك طولة روح وعندك صبر لهذه الأشياء فهو حلو انك تبدأ تدرب ومن هناك تطور الاشياء صورت تتكدم يعني أعطي أولادي شوية يوم مثلا الجمعة لأولادي والسابت لائلي ان انا اطلع واددرب واتعرف على مسارات من غير أولادي طبعا اطلع على حالي ومن هناك بدأ طبعا أسعم من أصحاب ومع من الناس اللي تشتغل معي خلال الشغر في تنرسحاب اللي بكتوا كل اللي فيه مسارات ولكن أنا بكت طبعا خايف اني اروح معهم ليش؟ لأنه بجوز اني عوكهم بجوز انهم أكوى مني بكتت دائما حساس وخايف انه اني انا افشل يعني هناك فكررت اني ابدأ اتضرب وابدا اشجع نفسي أزود وانهتم بضرباتي أزود واتعرف على مسارات أزود طبعا هناك راح يكون في عذارات واشياء اللي هي كما نبدأ وكيف أنت بلشت تدعي الناس انها تيقى معم بلشت تدعي الناس لอนي شفت الناس بصراحة لان شفت لانشفت في إشي خصائص لديه ماميزل الدرجات وانا الإنسان بصراحة بحب ادعي الناس وبحب دعي الناس مش بس للدرجات وبحب دعيهم لرياضة او للطبيعة covet touchscreen هي حياة طبيعة. هي دراجة متواضعة. مهما كان الإنسان يأخذ الدراجة هي دراجة متواضعة. هي للرياضة وهي للرحلة. هي ممكن تكون إنها مشوار للعمل. لكن الدراجة هي صديق ممكن تكون للإنسان. أنت أيضاً بتدرب فريق في مدينة الطيبة. احكي لنا شوي عن هذا الفريق. الفريق في مدينة الطيبة بعد ما شجعون أصحابك يقولون أنه مليح أنك تدرب. نحن نرى أنك عندك هذه الخصائص التي يجب أن تكون عند مدرب. عندك الصبر وعندك طول الروح وعندك المعلومات الكافية. بما أنه مميز كنت في الدراجات. فقررت أن أذهب إلى الدراجة. فأتصارت بأيوداء وفنايم. سألتم كيف أصبح مدرب؟ سألت الناس طبعاً استشارت الناس كيف بدأ أصبح مدرب؟ كان هؤلاء الذين تستطيعون أن تذهب إلى الأفينجيت. وبدأت عالم التدريب. في سنة 2019 بدأت مع المدينة الطيبة في مدينة الطيبة. بدأنا أولها. بعدها جاءت الكورونا. اضطرنا أن نحل الفريق. ونأخذ الفريق أقل عدد لأنه من الدراجة كمجموعة بأيام التقييدات الكورونا. ومن هناك بدأت أنا لحالة أن أعمل المسارات وبنى الفريق. اليوم الفريق مبني من ثلاثين راكب. وفي بينهم أيضاً بنات. يوجد بنات أكل. الفريق اليوم في الطيبة. إن شاء الله نحن نتقدمين له السباقات. ونطلع مسارات تربوية. ثقافية. رياضية. تعارف على الطبيعة وعلى أشياء التي أثارت. يعني ممكن إنساني للدراجة تنتخذني على أشياء اللي هي بجنب بيتي. اللي هي بالنسبة إلي لازم أروح رحلي على الشمال أو على الجنوب. إذا أنا في المركز طبعاً على الشمال أو على الجنوب بشان أشوف هاي الطبيعة. فمرة واحدة أنا كولد أو كشاب كبير بيجي بيشوفها مرة واحدة هي بجنب بيتي. يعني هاي الأشياء موجودة. في كل بيت وفي كل بلد وفي كل منطقة هاي الأشياء موجودة. يمكن تكون يعني مسافة كيلومتر وبعد تفوت أنت الطبيعة مثلاً. كمان يوجد نادي كتري اللي بيضم عدة أشخاص وعدة بلدان. احكينا شوية لهذا. صحيح. النادي الكتري هو نادي اسمه إبيك سايكلين كلاب. النادي هذا إحنا شباب من الفرديس، من ملفحم، من كفر قرع، من شفا عمر. اتفكنا من قبل حوالي ثلاث سنين أنه نبدأ نعمل نادي اللي يضم كل الفرق هاي موجودة في جميع البلاد. ومن السنة اللي فاتت إحنا أول مرة مكون كنادي مجموعة من كل البلدان. وشاركنا في سباقات تحت رعاية واحدة اللي هي إبيك سايكلين كلاب. النادي تبعينا وبلو زيلون واحد قليتنا نبوت. إن شاء الله كمان هاي السنة راحين نبوت مع الفرق تبعينا. لهم من الطيب من كل الفرق. إن شاء الله نكدم نجاحات أكبر. بالنسبة للفرق اللي هني أزود من الطيب. يعني نكون ملفحة من كفر القرع والفرديس أنا شايف عندهم تقدمات أزود. حتى المراتب أزود هناك يعني هم عندهم إن شاء الله بنتكدم أكثر. ونحن بنكون زيهم في كل البلاد بتأمل أنه يعني يكون هذا الأشي. إن شاء الله كل البلد بتأخذ النجاحات اللي إلها. خلايا نرجع لموضوع إنك إنتي حكيت كابل شوي. إن الدرجات كمان ممكن تكون موضوع تربوي ومش بس رياضي. كموضوع التربية أنا بكسمه لكسمين. الكسم الأولي هي الدراجة التربية اللي بتعطيه الدراجة للراكب. وتربية اللي أنا بيعطيه عن طريق الدراجة للراكب نفسه. سواء كبير كان أو صغير. التربية هون هي بتيجي نوعا ما من الراكب نفسه الأولى. للراكب نفسه من الدراجة. إنه لما أنا بدي أقرر لأنني بدي أطلع عيوم الجمعة مثلا أو السبت اللي هي نهاية الإسبوع بذلك بدرجات بدي أطلع الطبيعة أنا لازم أقرر أبني لنفس البرنامج لو حتى كابلها بيوم أو يومين شو بدي أكل شو بدي أحضر لنفس المية أو المعدات تبعياتي أو الدراجة تبعيتي إذا بدي أصلحها أزيتها يعني شوية صيانة وهنا الإشي هذا بيجي مليح بطائع فكرها لناس اللي هي مثلا فيش عندها أو بتشتغرش أشياء في ذلك تعتنكول وفيكتر الناس اللي تشتغرش أشياء في ذلك بيجي الإشي مليح إلها لأن الدراجة بسيطة أنه يهتم في الدراجة تبعيته إذا ممكن نقول إنه الدراجة ممكن نعتبرها كطفل صغير وإحنا عم نهتم فيه نهتم فيه فهي بتكون موضوع تربة بالنسبة لهذا الأشي موضوع تربة بالنسبة للإشي الثاني اللي أنا أعطيه للأولاد في الدراجة مشان تكون الدراجة مشان أنت تفوت النصارات اللي هي إحنا بنسميها سنجليم هناك ثلاث شغلات أنا أحب أعطيه للأولاد الأولى وهي الهدف الثاني التركيز الثالثة أنا بسميها الزريماء الزريماء يعني هي بالعبرة يعني بالعبرة يعني اسمها الجريان يجري فالثلاث أشياء هذولا اللي أنك تركز يعني بقول للأولاد أنك تركز الهدف تبعيك وإن المصار تبعيك وإن أنت رايح والهدف تبعيك أنك تأخذه وتركيز عليه وجاء يعني تمشي تظلك مثلا تحطي بركيات نفس الإشي في الحياة إن بعض الولد التربية هاي إنك في الحياة برضو تركز على هدفك تأخذ هدفك وإن بدك تركز عليه وتجري للهدف هذا والأشياء هاي اللي على الجانب صحيح نمتطلع عليها بس إيش نحن نكمل مشوارنا نجري زي ما نقولها أو لزرون زي ما كلهم دائما في ناس السكا قاعدين بشاهدونا ممكن يقولوا طيب شو الهدف من وراء الدرجات غير إنها ممكن لتقضية الوقت ممكن للتسلاي للموهبة بس شو الهدف من وراها شو الهدف الأصلي من وراها الهدف الأصلي من وراها الدرجات إني أنا أولا غيرا من الرياضة طبعا زي ما أنت قلت في هدف اللي هو نفسها متعتنكول إني أنا زي ما بكرة متبريك لما أطلع في الطبيعة أو الحياة الطبيعية خاصة أننا في السنوات الأخيرة نحن نشاهد أن الإنسان يقعد كل حياته على المحشف وفي الضار يعني لا يوجد طبيعة لدينا تقريبا حياة الطبيعة تقريبا بدأت تنتهي بالنسبة لنا فالدرجة هنا طبعا غير الدرجة في ممكن أن نذهب ماشي بس إيش الدرجة بما أنها لديها ميزات أخرى ميزات خاصة إليها أخرى خصائص خلينا نقول اللي يتميزها وبتعطيني أخرى أشياء اللي أنا مثلا ندرها على الطبيعة بدي أعمل اللي برنامج يعني فمن ناحية نفسية أنا على حالي بدي أتعرف على صحاب جداد عناسي جداد بدي هيئ نفسي كل هذه الأشياء بتعطي أشياء جديدة على الحياة طبعا على بدي بمسارات الدرجات ممكن كمان روح نمش فيهم بالجبال بس بيكون في عثرات وحفر وحتى صخر كيف ممكن نتحكم بقيادتنا للدرجة وإنه ما نوكعش وكيف بتدرب الأشخاص هاي إنها ما توقعش طبعا أنا كل إنسان بتوجه إلي بدي يكون الدرجة بدي يركب معايا سواء ما بدي تدرب أو كصاحب بدي يجي حندي مثلا يتدرب أو شيء من النوع أنا بجي بشوفه بكل شنوع درجتك شو معك معك إدي معك كزده عندك كوشل عندك كوشل عندك كوشل نتاعد الكوشل في طيبة في عنا المحل المساري المكتب أيضا نعلمها بعد تقنيات فيه أماكن أنا تظهر ما نسمونها رامبوتو أو مرتفعات التي يُصدع عليها هذه المرتفعات ذلك أو أن غيرتهم خلال يقومون بسيطات التدريبين زي اثنان في أطبوع الكورة سلي Orbella تنسى يقوم بعمل تدربات نصف الإسبوع تدربات تدربات جزء تقنيات وفي نهاية الأسبوع نريد على مصارات وهناك أيضا أنا أتعلم أن أمر من هذا المشاروح في كل إنسان الأنسان وعرف ما يفعل ويغضر ويغضر. طبعاً بكشايفه من التدريبات قد نصف الأسبوع بكشايف منه هذا الإنسان هو مكتدر أو غير مكتدر. سألت أنا بقرر أنه يساوي هذا الأشياء أو ما يسويش. يعني إذا إنسان مثلاً واحد بأجي عند صخرة اللي هو أنا شايفه ما مكتدر يسويها. بكله إنزل. خلص كليتك. إمشي ماشي. بعدها بتمشي. بتتدرب لها. استعجلش. يعني فيه كما أنك الدار. أيضاً حسب كل قدرة كل حالة. كل قدرة بني أمهم. هل بتدرب فقط صغار أم كبار؟ وانو بتشوف منهم اللي أسهل تدريبه؟ التدريبات يعني من جيل تقريباً سبع سنين أصغر ود. يعني دربتهم اللي هم بسميهم أنا سارات قلقالي عازر. يعني هن العجالي المساعدة. دربتهم. ولحد جيل الكبار يعني صحابي. يعني حتى كل واحد بيجي بتوجه لي إلي من بلدي. يعني أغير بلدي. أو حتى بركب معنا. أنا بحب أدربهم. أما بالنسبة لوان أزود أنا بدي. أنا بحب بصراحة بحب لولادة الصغار. يعني انتماء للولادة الصغار لإهم. أنا حب لإهم. يعني الأشي اللي بعطيهم إياه. التفاؤل اللي بتشوفي عند الصغار. يعني بعد بعطيه إشي اللي ركوب الدراجي. بتحس إنه أعطيه إشي هي. يعني اللي هو إشي مميز أعطي. يعني ولد مثلا بكل يائي. أنا مبسوط. أنا حس حال طاية. فأنا بشوف هذا الإشي يعني عن جد إشي مميز أعطي الولاد. ممكن دافع كمان. دافع معين. يعني إشي هو تميز فيه. من بساطة يعني. يعني ببتقلي طاقة طاعت نكون. وين بتشوف أسهل التدريب؟ هل الصغار أم للكبار؟ الصغار أسهل. السبب؟ أه. السبب هو صغير. ما بتعطيه بلقط. الكبير مرات بده شوية. مثلا يقول لا أنا بعرفه. أو أنا بعرفه شوية. شوية بتعرفه. إنه يعني مثلا. نهو قد يتميز. لا أنا بعرفه سويها. يعني بيتكبر عليها. مثلا تعتقد بجوز شوية أو شي. هل ممكن برضو الخوف الكبار بخافه أكثر؟ الخوف هو حامل عند الكبير وعند الصغير. بس عند الصغير. أنا بدي أبني عند الكبير. هو بجوز يجي خايف أو يجي طبعا مهيل. حبي نسألك أحمد وين بتشوف حالك كمان خمس سنين؟ كمان خمس سنين كنت لك عندي عدة مواهب الحمد الله. وعندي عدة أهداف. إن شاء الله اللي بكون بمحقك أهداف اللي هي شخصية. وأهداف اللي هي حتى في الناد التبعي أو الناد الكتري. إنه نجيب تحصيلات أزود مراتب أعلى. سواء في الناد الكتري أو الناد في الطيبة. نصيحة حبي بتوجيها لمشاهدي كنات هلا. اللي حبي بتوجيه للمشاهدين هو بصراحة اللي بوجيه للأولادين. إنه ثلاث أشياء. الهدف والتركيز والزرماء. خلينا نقول السعية والجريان. الأشياء هاي إحنا كثير محتاجين إليها. أو أشغل كثير هاي الأشياء إحنا محتاجين إليها خاصة. وإحنا بوضعنا إحنا في الوسط العربي كما نفسه. إنه الواحد لازم يركز على هدفه مشان يجيب إشي مفيد لمجتمعه. لداره أو لنفسه حتى مش مشكلة لا أمين. مهم بتجيب وركز عليها. وإجري لنحوه هذا ليش مشان تنجح أنت بحياتك. راكب الدراجات ومتعدد المواهب أحمد حجيحيا. نتمنى لك النجاح دائما. وشكرا لك على هذه المعلومات. شكرا. طالعين لفاصل ورجعين. خليكم معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل. الطباخ هو ممتهن مهنة طبخ الطعام. والطاهي هو شخص يملك مهارات احترافية عالية تجعله ملما بجميع جوانب إعداد الطعام. ولكل طاهي وصفات سرية يلمع بها. للحديث عن عالم الطعام نرحب بالشيف عماد أبو الشكرا من أم الفحيم أهلاً ومرحباً فيك. أهلاً فيك ومتابعين أهلاً فيكم. بداية خلينا نحكي عن بداياتك وكيف انطلقت بعالم الطبخ والطعام. بداياتي كانت منذ الصغر. كنت أحب الطهي كنت أظن كريب للوالدة بالمطبخ. كنت أجيب لها عدة تقنيات أكل جديدة من الصغر يعني. فكنت ألاحظ أنه في عندي هنا موهب لأنا لازم أنه أستغلها لازم أشرع عليها. فمن الصغر حطيت النبراسة أنه أنا لازم أوصل لهدف اللي أنا يعني بشتل عليه كاعد. وكنت لما روحنا كنت أروح على مطاعم روح نوكل. أسأل الوحيد لكل بين جميع اللي كانين على الطاولة أطلب وجبي اللي أنا أختارها. يعني أنا أختار أنا أطلب من النادل أنه يركب لي هو الوجبي. فمن هناك أنه أتخذت قرار أنه أنا أوصل لأروح أتعلم من الشيف ووصل لمجالات اللي أنا أكون اللي بالمطبخ اللي يعد اللي يطل وجبات تبعات الزباين واللي يضوكوا الأكل اللي زي ما يوكلوها المميز. حكاية إنك منو أنت صغير كنت تشوف إما كيف تطبخ وتروح تساعدها. إذن العشق للمطبخ بلش من الصغر من الناس المحيطي فيك. نظر. هل كان إلك تجارب بهذاك الوقت أم إنو بس توقف وتتفرشوا إما كيف تتساوي؟ لا كان إلي التجارب طبعا. كنت أحب أفوت طبعا على المطبخ بطل حد يعني حد أمي وزي أزيد مثلا زي نوع بهارات أو نوع نوع وجبات اللي أنا أقول لأم مثلا نجربة تضيف عليها. فبالفعل كنت يعني أضيفها وتطلع زي وجبي اللي هي مميزة مع عدة إضافات يعني مثلا كنت يجي تقول لأمي يعني شو هي يعني شو نوعها هي هي. فبالفعل كنت أجربة مثلا نجربة مثلا نجربة وكنت بالفعل على جربة مثلا مثلا بهارات أو إيش مني أنا. وكان يظهر لي لي يطلع لنا زي وجب عن جد مميزة وكل اللي عندنا في العيال يذوقوها. ويقول لأبوي من أنا صغير أنت إن شو 40 ما رح تطلع شف رح تكون شف رح تكون إيش مني يعني. مش مش إنه خلص بس مجرد تطهي ولا بس تطبخ ولا تعمل. لا رح تكون إلك مستقبل في هذا المجال وإيش رحالك فيها من الصغر. لأي مطبخ أنت بتنتمي أكثر هل للمطبخ الشركي أم الغربي ولا شو أكثر نوع طعام انت ميال بالصنع؟ أنا بنتمي لكل المطابخ بس أكثر للمطبخ الشركي لهو مطبخ بلادي الشام مطبخ الأكل نحنا. بس برضو المطبخ الغربي ومطبخ المميز برضو. مميز بتقديم وجبات الشخصية. إحنا إحنا نتعلى المطبخ الشركي مطبخ شرك هو عبارة عن أكل مثلا بيعملوا زي أكل كثير لعدة ناس. لكن المطبخ الغربي ويجي بكدموا الوجبات شخصية لإنسان معين لشخص معين. ليس مثل عندنا مثلا أنا الشركي أو مطبخ بلادي الشام. ولو عبارة عن أكل بكميات. فأنا صراحة يعني أكثر عملت مرة عدة وجبات اللي دمجت المطبخ الشركي والمطبخ الغربي مع بعض. عملتهم بعدة مصابقات كنت أخذ عليهم عن جد جواعز منيحة وأخذت عني كثير ميداليات. مثلا عملت مرة وجبت الكبة النية مطبخ الشركي. دمجتها مع المطبخ الغربي. ضفت عليها سوس الشمانة منتوكام. مع الكبة مع جبنة البرمجان. يعني هون خلطت أنا مطبخ الشركي مع الغربي. وطلع عندي إشي صراحة يعني إشي زاكي إشي ممتاز. وكل الناس اللي ذاكوها يعني أعطون عليها أكاة كبيرة يعني. مش إنه بس إنه آه زاكي لعها. إعطيتها لعدة ناس وبيعتها لعدة مطاعم على فكرة هي الوجبة. وعدة وجبات مثل هذا النوع يعني اللي هي شركي وغربية مع بعض. لأن دمجتهم مع بعض. إعطين نكهة نكهة عربية ونكهة غربية نفس الوقت. إذن هذا الدمج ووصل إشي مميز. آه طبعا. كمان أنا بعرف إنك ميال أكثر لطهي اللحوم. شو السبب اللي خلّك تتجاه لهذا العالم بالذات؟ عالم اللحوم وعالم كثير واسع. يعني مثلا إحنا تعالي اليوم تعالي تيجي تكون اليوم أنتي خلص بالبيت. مثلا بدي أعمل لحميش ونطبال الراس بروح لها سياخ كباب بعض الأشياء. بس لا بالفعل هو في عدة أنواع اللحوم من عضاء. مثلا العجول، البقر، الخرفان، الجاج، الحبش. فيه بكل جسم من هاي الأنواع فيه أعضاء اللي هي مش الكل بعرفها. مش معروفة عند الكل. سواء بالديهن تبعها، بالطراوية، كيف تتعامل معها، كيف تطهيها. فمجال اللحوم هو مجال جدا واسع. جدا فيه تقنيات التي تظهر حالك فيها. وعن جدي هنا أنا كشيف يعني أنا عن جد بحكم على الشيف عن طريق تقديم وجبة اللحم بأي طريق الطهي. سواء على الكنون، سواء الطبيق، سواء بالفرن، سواء فيه عدة مئة ألف طريقة فيه. اللي أنت تدريه تكدمي اللحم بعدة أطعمه. فهنا صراحة فيه مش كل واحد يدريه يجي يعمل السوس اللي هو بدو إياه. اللي يتقيم، يعني يلائمها مع عضو من هاي الأعضاء تبعة العجلة، ولا تبعة البقرة، ولا تبعة الخرفان. فهنا صراحة أنا بحب أفوت دايما بينه وبين حالي. إنه أنا أقدم الطب تبع اللحم سواء بالسوس، سواء بالبهارات، سواء بالمقدمة لحدها. يعني المقدمة لحد وجبة اللحم تكون. اللي أنت تنظريه تدمجيها مع بعض. أنا صراحة اليوم يعني بمجال شغلي بشتل أكثر بمجال اللحم. وبعمل عدة أنواع عبارات، عدة أنواع وصفات اللي صراحة الناس كثير يعني موسطين عليها. وعن جدا ميجي ذو قوة بقولوا إنه إش جديد علينا يعني. إش مش متعودين علي. إش مبين إنه يعني الواحد تعبان علي. مش مش إش هامش ممكن نكون. بالضبط. مش إش هامش. انتي حكات إنه عالم اللحم هو عالم واسع. إذا عالم الطعام هو عالم أوسع بكثير. كشاف كيف تقدر تتابع كل أسرار ووصفات هذا العالم؟ طبعا اليوم بمجال الطبيخ والطعام وكل هذه الأشياء. هو مجال جدا 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 واسع يعني. كل يوم فيه وجو جديد. كل يوم فيه نوع بهور جديد. كل يوم نسمع أشياء جديدة. كشاف مشاركة في عدة مجموعات محلية ودولية. مع كل العالم تقريبا. هناك مجموعات يعني إحنا شفات العرب. مثلا أو شفات اللي هون بالبلاد هون موجودين. فكل يوم نشوف إنه فيه عدة وصفات جديدة. فيه عدة أنواع لحوم اللي عن جد إحنا مكننا نعرفها جديدة. فهون إحنا نتابع حسب كل واحده بلده. يعني فيه مثلا عدة بلدات اللي كل إشي إلها الوجبة تبعتها الخاصة. فإحنا نتابع هذه الأشياء زي بنعمل يوم بالأسبوع. اللي إحنا بنقعد مع بعضنا بنجمع مع بعض. كل واحد يعني بعت زي تكنية جديدة للأكل. نتعلم واحد من الثاني. يعني كدما لاحق وسحين مخلص. أنت حكيت كمان إنك لما تعمل إشي بتطلب رأي الناس المحيطة فيك إنها الذوق. هل بكل وصفاتك وهل أنت اللي بيتذوق أول وبعضها بتعطي الناس أم إنه حسب كل وصفة ووصفة؟ لا أنا دائما طبعا إشي أكيد بطلب رأي اللي بكونوا معي موجودين بالمطبخ. أو بالبيت لما عمل وجب بالبيت. أو دائما أكثر صراحة يعني من جديد ستستعمل التكنية اللي أنا أعطي للزباين. الزبون اللي يعطيني للراي. يعني أعطي مثل أنا اليوم عملت وصفة جديدة. بس طبعا أول شي أنا أنا اللي بذوقها لأنه أنا اللي بدي أكدم التكنية اللي أنا عملتها. الوجب والوصفي اللي أنا عملتها اللي هي من ابتكاري أنا. فأغلب الأحيان أنا أعطي للزباين اللي يذوقوها يعطيني رأيهم. وطبعا بالآخر يعني بآخر إشي بمشي حسب الزبون. لأنه بالآخر إنت أنا اليوم بشت اللي يشف في مطعم. أنا أعطي للزبون. الأشي اللي يرضي. الأشي يرضي بالضغط. أعطي للزبون يرجع عندي أخر مرة هنا. أنه يجي يوك نفس الوجبة ويوك لذوق أشياء اللي هي جديدة. فإشي أكيد طبعا أطلب رأي حوليي. وأطلب رأي الجميع. عشان أساس أنه أنا أفوت هاي الوجبة. بكل يعني تكون واجبة اللي هي زي ما نكون مثلا تكون واثق فيها بالضبط. شوف عماد أنت كنت مسؤول عن مطعم لأول مرة لما كان عمرك تسعتاشر سنة. كيف كشاب بعمرك بعمر صغير غدر يوصل لهذا النجاح. ممكن نقول. أنا أول مرة صحيح مزبوط. كان عمره تسعتاشر سنة أول مطبخ. أنا كنت مسؤول عنه. لما خلصت المرحلة الثانوية بالمدرسة. روحت كنت اشتلتك عندي من عمي في أربعة أيام. كان عنده مطعم كنت أشتل زي عام الجليم. فكان فيه شف غاد يشتل بالمطعم بالمطبخ. اسمه شف مهدي من كوكبو الهيجة. كنت دائما أظن أن أتطلع عليه منه. ماذا يفعله وكيف هذا الساعة. خلق حطيت بيني وبين حالي. قلت أنا على هذا المطعم بدي أرجع. أنا أكون يشف. فبالفعل كنت كان عمري سوى طوال ونوص. كنت باعدني في المرحلة الثانوية. أتكلم أنت بنهايتها. صف 12. بالفعل بعد سنة وشوية. رجعت غاد أنا. أنا كنت يشف. في هذا المطبخ. أتكلم أن أترك من غاد. لأن أذهب إلى التعليم. وكانت قليلا لدي المسافة كثير بعيدة. بما أننا نتحدث عن التعليم. بعد إنهاءك صف الثاني عشر. أنت بدأت تدرس هندسة معمارية. بس أنت تركتها. واتجهت لعالم الطبخ. احكي لنا قليلا عن هذه الرحلة. وعن هذه القصة. أنا عندما خلصت المرحلة الثانوية. أصحابي وكرايبة. كنت أكثر يعني. أنه علاماتك. وانت أكثر. شايفينك من مجال الهندسة. ليس مجال الهندسة. ومجال الهندسة فيه كثير مصاري. وفيه كثير أشياء. عسا. كنت أتكلمت بالكلية التي كنت أريد أن أتعلم فيها. كانت في الكنيرة والطبريا. وانكابلت. عساس أنها بدأت تعليم غاد. فكانت في حدها كلية اسمها بيشوليم. هذه هي الأكثر العالم الطبيق وكل الأشياء. وانا غاد. وانا مرحت على بلشت التعليم الهندسة. وطلعت من الأول محاضرة كنا فيها. وانتجهت للكلية هذه. لكلية البيشوليم. كنت إذا كنت أتكلمت بالسكرتير. كنت لبينفع أن أعمل جولي بكل في الكليه. كنت لأه طبعا ما أكيد. فروحت ذلك. لفيت بالكلية. وشفت أنه تحمست. كنت أمشي وراء هدفي. ليس وراء هدفي الناس. لا أريد أحد يدخل فيه. فأنا أريد أن أضع الأشياء اللي يحطوا برأسي. اللي بان عليه من صغري. كنت أحب أن أكون. وانا صغير صغير. وانا كان عندي حلم. أن يكون لأيلي في عندي مطعم. مطعم إلي خاص. فبالفعل نفس اليوم. وروحت لغاية تعليم الهندسي. واتجهت لكلية بشوليم. هي اللي بكينيريت. روحت تسجلت عندهم كل الأمور. بس بالآخر تعلمت هنا بالطيرة. كلي اسمها كوليناري. تعلمت عندهم بغاية السوق واحد. كبل 9 سنين 8 سنين. وانا هناك بلشت مرحلة. مرحلة أن أوصل للأهداف اللي أنا. بعد أن بدي أوصل لها. واللي وصلت لها. اللي بعد إن شاء الله رب العالمي. بعد ما شئت ربنا. بعد أن كابشت لعليها. اللي أوصل لإليها. إذن من كل من هناك بلشت الرحلة. بالضبط. شو الصعوبات اللي واجهتك خلال مسيرتك. وكيف قدرت تتغلب عليها. أول ما خلصت. لما جيت طلعت من مجال الهندسي. فكانوا في إلي صحابي وقرائي بي. قالوا لي إيه لا. شو كاب تعمل أنت. وشو هو الطباخ. وشو هو الشيف. وانت فات على مجال الهندسي. وأحسن لك وخليك. كل يوم المجتمع بتطلع على المتعلم. كل هاي الأمور. فأنا لا. كنت لهم. أنا خلص. أنا دمشي حسب شو أنا بدي. صراعاً أهل كثير دعموني. أبوي كثير كثير دعمني. أم كثير دعمتني. إن أنا أروح وراء اللي إشي اللي أنا بدي إياه. اللي إشي اللي أنا بحبوه. فأول مرة اللي مفتت على المجال اللي هو ضبع ما أخلصت تعليم السوق واحد. واتجهت لأشتب شبكة مطاعم. هي معروفة بالبلاد. أول مفتت عليها بعد بشهر. أجو صحاب المطعم صحاب الرشد. أطلع زي قرار أنا اللي أكون غاد من هنا المطبخ. أنا اللي مسؤول عن المطبخ. فكان مكلب المطبخ لأنه كنت بدي أفوت عليك مسؤول كأول مطبخ بفوت عليه. ثاني مطبخ بفوت عليه كمسؤول. فكانت ابن عشرين سنة. في غاد عدة طبخين لهم كانوا لهم سنين. سنين بهاي الشبكة وبهض المطعم. فعليش أنت ابن عشرين سنة. أنت ابن عشرين سنة. يعني ملك الشهر هون. تيجي أنه نحطك أنت المسؤول. فلا أنا حاول نخرب عليك. فالحمد لله بفضل ربنا يعني ما حدا مغذر أنه. يعركل الطريق. بالضبط يعركل الطريق. لأنه أنا واثق إنسان واثق من حالي يعني. واثق من شو راح أساوي. وين هو راح أوسل. وصحاب الشركة. صحاب المطعم. وصحاب شبكة هذه المطاعم. شافوا أن أنا عندي الإرادة. وشافوا التييرات اللي أنا عملتها. يعني خلال شهر. فظلتني غادة يعني. تقريب كورب الأربع سنين. خمسة سنين مسؤول مطبخ. عم مسؤول بهذاك المطبخ. حدد ما بلشت أنه أنا. أصحى حالي أشتعل حالي لأيلي أنا. أشياء اللي هي لأيلي أكثر. أنت عضو أيضا بمجموعة التوب شيف. بحكي لنا شو عن هذه المجموعة. مجموعة التوب شيف. مجموعة هي مجموعة اللي بتضم عدة شفات. من عرب الثمانة وأربعين. سواء من الشمال لأقصى الجنوب. مجموعة جدا خيرية. إحنا نطلع كثير أشياء. نعمل أشياء خيرية لمرضى السرطان. إذا كانوا احتياجات خاصة. نطلع كثير لنعمل منصابقات. اللي هي كنا كابل ثلاثة الشهر كان فيه منصابق بتونس. اللي احنا أخذنا فيها مركز ثاني بين اثنين واربعين دولي. أخذنا مرتب اللي هي كثير مشرفة. إحنا طمحنا وطمعنا لمرتب الأولى. بس إن شاء الله رب العالمين السنة الجاي. إحنا بنكون غير محل الأول. أنا بنصح كل شيف أو شيف سواء شاب أو صبية. اللي عن جد ينضموا لهذه المجموعة. اللي هي طبعا برئاس الشيف صبحي محميد. أنا بنصحهم جدا إنه ينضموا لهذه المجموعة. لأن هاي مجموعة كثير رح تتعلم كثير عن جد. أنا أنا شخصيا تعلمت منها كثير أشياء. في غير المسؤولية عن التنصيق الفواكه. عن الحلويات. عن المشروبات. عن الأكل الشرقي. الأكل الغربي. فإحنا بمجموعة. يعني هاي المجموعة كثير من نساعد بعض فيها. اللي أنا اليوم مثلا. أنا مكعبشت على مشروع لأيلي صغير. إن شاء الله بتتحدث عنه. يعني كثير صراحة أنا أجوا ناس من كل بها المجموعة. اللي أجوا ساعدون. اللي أجوا أجهون لعدة أشياء. اللي هم طبعا أكمروا مني. بهذا العالم. بالمجال. وأكمروا مني بالعمور. فسمعت منهم نصحتهم. وصراحة عن جد أنا بنصح الجميع. جميع الشفات إنه ينضموا لنا. شوف عماد. لو أن بتطمح. أو شو حابة بتصير. يعني لك قدام. أنا بعد ما شئت ربنا إن شاء الله رب العالمين. أنا هدفي كل تلك إياه من أول ما بلشنا المقابلة. أنا صغير صغير وأنا عندي حلم. وهدف أن يكون في لأيلي مطعم خاص. اللي أنا أظهر عن جد الوجبات اللي أنا بقدر أعمالها. فأنا هدفي صراحة أن يكون لأيلي شبكة مطاعم. بعد ما شئت ربنا رح أشتل عليها. وبعد ما شئت عليها هذه الأشي. هذا يعني أنا هدفي. هدفي هذا الهدف. رح أوصله إن شاء الله رب العالمين. خلال خمسة سنين. وشوية إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. حابين ننهي معك بنصيحة حابة بتقدمها للمشاهدي قناة. أنا بنصح جد جميع المشاهدين. إن كل واحد يمشي حسب هدفه. حسب حلم أنه صغير. ما يسمع للمجتمع. ما يسمع لهذا. إن يقول لك تروح تعلم هيك. لأن هذا الشغل مش مطلوب. ولا أنت رح تكون مثلا. يعني مجرد مثال الدكتور. ولا مهندس. ولا محامي. أمشي حسب شو أنت شايف حالك من جوا. حسب شو أنت باني على حالك. حسب شو أنت بتحب. أمشي وراء إراد طب. مش وراء إراد الناس. ولا أراء الناس. بلآخر إراء الناس. هي رح تكون مهمة لإلهم. مش لإلك. وأنا بنصح جميع. فش إشي اسمه. إنه خلص. أنا وصلتهم عنها خلص. خلي دائما إن الواحد بناء هذا محدود. وهي السماء. إنه يوصل. يطمح. يجازف. يخاطر. يفوت. مش راح يصير إشي يعني. الواحد بجرب. زي ما كل واحد. ما جربش بواحد. مش راح ينجح. مش راح يتعلم. من فشل هو. سواء إذا فشل ولا نجيه. الشف عمد أبو شكرا. شكرا لك على هذه المعلومات. وبالتوفيق دائما. شكرا لك. طالعين لفاصل وراجعين. خليكم معنا. موسيقى أهلا بكم مرة أخرى بعد الفاصل. الرسم هو تعبير عن الأفكار والمشاعر. يتم من خلال خلق صورة جمالية ثنائية الأبعاد بلغة بصرية. ويعبر عن هذه اللغة بأشكال وطرق مختلفة. وخطوط وألوان مختلفة. للحديث عن عالم الرسم نرحب بالفنانة التشكيلية أفنان عقاد من جد المثلث. أهلا ومرحبا فيك. أهلا فيك. بداية عرفينا على حالك. أنا أفنان عقاد من قرية جد المثلث. 23 سنة. حاصلة على لقب أول في الفنون التشكيلية من جامعة النجاح. مدرسة فنون في مدرسة إتدائية. وكمان عندي متجر الخاص له استوديو الفن. سميته ذوات أفنان. في استوديو عندي أنا بنتج أعمال فنية ومنتوجات فنية. وكمان بادرس دورات وورشات فنون. اهتمامك بالفن كان منذ الصغر. بدنا نسألك شو سبب هذا الاهتمام؟ صحيح. مثل ما حكى الفنان بابلو بيكاسو. كل طفل هو فنان. بس المشكلة كيف يظل فنان لما يكبر؟ أنا كوني أنا مدرسة في مدرسة ابتدائية. ففعليا أنا بتعامل مع الأطفال. حرفيا الأطفال كلهم فنانين. بس المشكلة كيف يظل فنان لما يكبره؟ كديش بلاكي حاله في هذا المجال؟ كدي بلاكي حاله إنه كل حياته يظل هون. فأنا هون لكيت نفسي. وإنه أنا صغيرة وأنا بحلم أني أصير فناني. والحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى حققت الحلم. حولت شغفك لمهني. هيرب تشعري إنه مهنة الرسم. أي شخص ممكن يخذها ويعتبرها مهني أم بدها شغل كثير؟ بالنسبة لإنه أي شخص يمتلك مهنة الرسم. الرسم هو بالنهاية ممارسة. كديش أنت بتمارس الرسم أكثر؟ كديش بتتقنه أكثر؟ بس السؤال هل أنت بتحب هذا الإشي ولا لا؟ إذا أنت بتحب هذا المجال بتحب هاي المهني فأكيد أكيد أكيد راح تقدر تمتلكها وتبديع فيها. ففعلياً هو أي حدا ممكن يرسم بس مش أي حدا ممكن يتقن لهذا المجال. إذن مش أي حدا ممكن يعتبره كمهني برد. صح. إحيي لنا عن خطواتك بعد تخرجك من المرحلة الثانوية لأن المرحلة الثانوية عندك كانت مرحلة فاصلة بين تحقق حلمي. مية بالمية أنا عكس كل الناس اللي تتخرج من الثانوية عادة لما الناس تخرج من الثانوية بتتخربط شو بدها تتخصص في الجامعة وإذا راح تروح تعمل لقب أكاديمي أو لا. أنا بما أنه حالمي من وأنا صغيرة أني أصير فناني فكانت أول خطوة لأيلي بعد الثانوية تماماً بشهرين أني دخلت الجامعة عشان أتعلم أحقق حلمي في تخصص الفنون التشكيلية. لما بلشت تتعلم الفن التشكيلي في الجامعة هل وجهت أي صعوبات أو انتقادات وكيف قدرت تتغلب عليها؟ طبعاً أكيد. لما بلشت أتعلم في الجامعة كنت أنا فعالي نوعاً ما على مواقع التغاصل الاجتماعي خصوصاً على السناب جات كان وقتها تتير منتشر في 2017 واجهت انتقادات إنه شو بدتش في هذا التخصص إنه شو بتعمل فيه بتروح ترسمه وتروحه؟ فهون مع الأسف منشوف كداش الناس مش مدركة أهمية الفن وشو يعني أصلاً فن؟ إحنا شو من روح نعمل؟ هل عن جد من روح نرسم ونلعب ونروح؟ لا إحنا منتعلم زينا زي أي تخصص ثاني نقرأ كتب نتعلم تشريح فني منعمل امتحانات طبيعي يعني فهونا بيجي الفرق بين الإنسان المدرك شو يعني فن وإنسان مش مدرك شو يعني فن فطبعاً واجهت انتقادات شو بدتش بهذا التخصص؟ يروح نتعلم المهندسة يروح نتعلم طبيبة يروح نتعلم كذا وكذا وكذا فليش المجتمع يحكم علي أنا شو بدي أتعلم؟ أنا بحب مجال معين بروح على هذا المجال وطبعاً اتخطيت الإشي لأنه كانوا أهلي دعمين لإلي صحباتي دعمات لإلي وكمان لأنه هذا المجال اللي أنا بحبه فما بهمني رأيي الناس اللي حواليه غير أنك درست الفن التشكيلي في الجامعة كمان أنت الآن تدرسي فن لغرافيك احكي لنا عن الموضوع شو هذا الفن؟ حلو بعد ما تخرجت فنون تشكيلي من جامعة النجاح تخلت أتعلم كورس لغرافيك هو مش لقب أكاديمي بشي هادي أكاديمي هو كورس الغرافيك هو تصميم تصميمات بنكون فيها ببرامج على الكمبيوتر كنت بدي أقول محشي برامج بنكون بتصميم لوغوهات إعلانات كل هاي الأمور على الكمبيوتر فأنا دخلت التخصص هال مش بس عشان أصمم لوغوهات وإعلانات وكل هاي الأمور في عالم الفن التشكيلي في عنا إشي اسمه فن حديث ومعاصر بالفن الحديث ومعاصر في عنا فيديو آرت في فن تركيبة فن أداء كل هاي الأمور في هاي الأنواع الفنون هاي لما أنا بدي أجي أنتج عمل فني بحتاج لهاي البرامج إذا أنا ما بطقن هاي البرامج ومش متعلمي عليها كيف بدي أقوم بإنتاج العمل الفني تبعي فأنا بحاجي لإيها عشان هيك رحت أتعلم فن لغرافيك اتجهت برسمك أكثر لرسم البرتري شو السبب إنك اخترتي هذا الرسم عن غيره من نوع آخر أنا ما برسم فقط بورتري البرتري أنا ما خفته كمهني بأول سنة لقيل في الجامعة بلشت إني أشتغل برسم البرتريهات وأبي أحين لقيت إقبال جدا حلو من الناس على الموضوع كان الإشي جديد بعد بنتشر فأخفته كمهني أكثر من إنه يكون فن يعني أنا بمارس رسم البرتريهات فقط كمهني في أعمالي الفنية كفناني أنا ما برسم بورتريهات يعني غالبا برسم أمور أخرى حسب شو الفكرة اللي بدي أوصلها من العمل الفني بما إنه بتحكي إنه فقط كمهني أنت بتستخدم هذا الفن خلال نسألك هل لما دك تجي ترسمي البرتري بتأخذ الصورة وبترسميها كما هي أم ممكن إنك تدمجي عدة صور بصورة؟ لا طبعا أنا ممكن أدمر جيدة صور بصورة وممكن كمان أطلع بإشي جديد ومختلف تماما ليه؟ لأنه الفن أجع عشان يخلينا نحس في إشي معين أو نوصل فكرة معينة أو نوصل صوت معين فأنا لما بتيجي عندي صبيبي بتكلي الله يرحم جميع أمواتنا أبوي مات مثلا ومعنديش صورة تجمعني فيه فأنا هون دوري كفناني أخليها تحس بالشعور اللي أبوها بعده معاها وموجود روحانيا فأخذ صورة لأبوها بأخذ صورة لإله وبدمجهن مع بعض وكأنهن صورة حقيقية وواقعية برسوماتك أيضا بالدخل الخط العربي الإشي هذا اللي بميز هاي الرسومات هل تعلمت هذا النوع من الكتابة أم إنه الإشي كان موهبة؟ الخط العربي في الجامعة إحنا أخذناكا مساك تعلمنا مساك خط عربي بس أنا بما إني فناني أو رسامي وممكن أرسم أي إشي في العالم فممكن أكتب أي إشي في العالم كمان وأنا بحب الخط العربي هل بتفكر بيوم تغير الاتجاه اللي أنت فيه الآن كمهنة برسم البرتري وتأخذ الاتجاه ثاني مثلا إنك ترسمي طبيعة وترسمي مباني وتبعيها أم بتشوف إنه أنت الآن بالمكان الصح؟ لا أكيد طبعا ممكن إني أغير وأنا حتى هسا بنوع في أنواع رسامات ممكن أرسم برتري ممكن أرسم طبيعة ممكن أدمجهن مع بعض كمان وشو أصعب مرحلة بمراحل الرسم لما ديك تبلشت رسمي؟ في الرسم بشكل عام ولا رسم البرتري بشكل خاص؟ خلان نحكي بشكل عام وكمان بشكل خاص تمام هو السكتش اللي هو الرسم الأولي لأنه هو أكثر إشي ممكن بأخذ مننا وقت ديش أقول إنه هو أصعب إشي لأنه أنا بمارس الرسم بشكل يومي فصارت يعني زي نوعا ما إيدي متعودة بس هو أكثر إشي بأخذ وقت مني رسمي للسكتش اللي هو الرسم الأولي وخطوط الأولي بشكل عام هاي أم بشكل خاص؟ بشكل عام وبشكل خاص بالبرتري تماما نفس الشي أنا ممكن غيري يعتبر مثلا تضليلهي مرحلة أصعب من السكتش أنا شخصيا بالنسبة للتضليل صار جدا ممتع رسمي السكتش أو الخطوط الأولي هي بالنسبة للمرحلة الأصعب اللي تأخذ مني أكثر وقت أنت شاركت أيضا بعدة معارض احكي لنا عنها صحيح أنا شاركت بعد ما اتخرجت من الجامعة في معرض اسمه معرض صورة ذاتية تحت عنوان الثقافي والفنون والمشاركة المجتمعية بتعاون مع مؤسسة عبد المحسن القطان ومؤسسة السويسرية هذا المعرض كان معرض جماعي مش معرض فردي كنت أنا وكمان خمس فنانين وفنانات هذا المعرض كنا نحكي عن مشكلة شخصية مجتمعية في ذات الوقت يعني أنا كفناني بشعر أنه في هذا النوع أو هاي الفكرة في مشكلة بتخصني ولكن بتخص المجتمع كمان يعني هاي المشكلة ما بواجهه أنا الحالي أنا والمجتمع فهون جينا إحنا دورنا كفنانين نطرح هاي القضايا ونترح هاي المشاكل على الناس عشان نسلط عليها الضوء والناس تشوف هاي الموضيع هل بتفكر بيوم تفتتح معرض خاص فيك أنت فقط للفناني أفنان؟ طبعا أكيد هذا أحد الأحلام اللي بسعني أحققها أنت أيضا وثل ما حكياتي مدرسة فنوني بمدرسة ابتدائية شو تاركت التدريس اللي بتقوم فيها؟ هل فقط بتاعت الطلاب ترسم؟ أم كمان بتعلميهن الأساسيات مثل ما أنت حكياتي أنه تعليم الفن مش بس نرسم كمان إحنا نتعلم أشياء؟ صحيح طلعي هون أنا لازم أحتي في عندنا مشكة لمجتمعية لإدراك الفن شو يعني فن؟ وشو لازم إحنا نوصل للأطفال قبل الكبلي الكبار لأنه الطفل هاد لما يكبر برضو بدي يعلم أولاده بدي يعلم قرائبه بدي يعلم الناس اللي حواليه فكلة إدراكنا للفن هي اللي بتخلينا نشوف هاي العواقب إنه إحنا في المدارس نعرف إنه الولد هو بس بيرسم حرفيا مش عن جدهت يعني أنا لما بدي أعلم بالمدرسة في كثير أشياء شو أعلمها يعني أنا تعلمت أربع سنين فن هل فيها كلها فقط نرسم؟ أكيد لا فهاي المشكلة أنا برضو واجهتها أول ما أبلش أول ما بلشت أعلم في المدارس إنه بيستنوا مني أعطي منتوج للطالب إنه يروح معا منتوج معين بس أنا هون مش جاي أشتغل أشغال يدوية أنا جاي هون أدرس فن والفن هو ثقافة مجتمع يعني أنا هون بدي أمرر ثقافة بدي أخليهم يحسوا بإشي معين أو خلينا نقول بدي أوصر رسالة معينة فأنا دائما بشتغل مع الطلاب طبعا بطريقة لتوصل لإلهم بشكل سلس ويفهموا شو يعني فن نقدر نمشي في مراحل معينة عشان الولد عن جد يدرك شو يعني فن الفناني مش نحكي الرسامي الفناني أفنان عقاد وين بتشوفي حالك كمان خمس سنين سأل حلو كلنا بنطمح أكيد أنه يوم عن يوم نحقق إنجازات أكثر نشوف حالا بأماكن أحسن فأنا بطمح لكثير أشياء وحابة أتعلم كثير أشياء على الصعيد الشخصي والمهني ممكن في أكبر طموحات اللي هي إني أفتتح معرض خاص في أنا ولكن خلينا نشوف مع بعض أخرى خمس سنين أنوار رح أفكل من الداعم للفناني أفنان؟ الداعم الأول والأساسي والرئيسي أهلي أهلي وخواتي وأخوي كمان حبت أوجهنهم كل الشكر على داعمهم لإلم أنا صغيرة حتى اليوم كمان شريك حياتي وصاحباتي وفي أستاذ اللي بحياتي ما بنسى كديش دعمني عن جد في الوقت اللي مجتمعنا بيشوف إنه الفن هو فقط للولد المش شاطر وكان يشوف فيي أنا رغم إن كنت كثير شاطر عنده كان يشوف فيي أنا إنه إنتي بتحبي هذا المجال رح يتعلميه وكان كثير يقترح علي أشياء فهذا الأستاذ عن جد بنسهوش وبنساش فضله علي الأستاذ إيهاب برضو شكرا بإله نصيحة حاب تقدميها لمتابعي قناة هلا مقولة بآمن فيها الفشل هو مش عكس النجاح إنما هو جزء من النجاح فما تيأس لو فشلت مرة أو مرتين رح توصل للنجاح أكيد الفناني أفنان عبقاد شكرا كثير لإلك عهاي المعلومات ومنتمنى لك دايما النجاح والتقدم وإن شاء الله بنرجع من الصديق كمان خمس سنين وإنتي مفتتحة معرض كثير كبير إن شاء الله شكرا إليك إرام وصلنا لنهاية حلقتنا بتمنى إنكم استمتعتوا بحب أشكر طاكم برنامج هلا شباب وبتمنى لكم أسبوع موفق مني إرام رائد جابر ومن طاكم البرنامج نلقاكم الأسبوع القادم على خير إن شاء الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر